أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة خمسة مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على السحل الشمالي الغربي لمصر وفي بيان لها أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اكتمال الدفعة الأولى للصفقة بشكل فعلي وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة تسلم خمسة مليارات دولار من الدفعة الأولى لافتا إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل خمسة مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري مع حصول مصر في غدون شهرين على المبلغ المتبقي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة